اعلنت البحرية الامريكية انها اوقفت سفينة تحمل 40 طان من الاسمد الكيماوية التي يمكن استخدامها لصنع متفجرات في المياه الدولية في خليج عمان قالت البحرية الامريكية ان السفينة منشأها ايران وتتحرك في اتجاه كان يستخدم في السابق لتهريب اسلحة الى الحوثيين في اليمن واضفت ان نفس السفينة كانت تحمل الاف الاسلحة العام الماضي عندما اوقفت وسلمت لخفر السواحل اليمنية وبحسب التقرير اوقفت مدمرة وسفينة دورية مزودة بصاروخ موجه من الاسطول الامريكي الخامس المتمركز في البحرين هذه السفينة عديمة الجنسية التي كانت تمر من طريق ايران التي كانت تستخدم تاريخيا لنقل الاسلحة الى الحوثيين في اليمن